عملت الحكومات الفرنسية بعد عدد من الهجمات المسلحة لمتشددين على محاولة الحد من تأثير الإسلام السياسي والتطرف على أجاليات المسلمة. لكن الآن ومع انحسار نشاط المتشددين ظهر جدل آخر يتعلق بالحد من الإسلام القنصلي. أي تأثير حكومات مثل المغرب والجزائر والتركيا على شؤون المسلمين في فرنسا. آخر التصريحات بهذا الشأن جاءت من الدكتور غالب بن الشيخ. وهو متخصص في الشؤون الإسلامية ورئيس المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام. يرى غالب أن فرنسا مرت بفترة مؤلمة. تسببت فيها الهجمات التي أنعشت اليمين المتطرف. بينما بقيت ما أسماه الحقيقة الإسلامية معضلة تبحث عن حل دائما. يعتبر أن تجربة الألمانية أكثر نجاحا مما تقوم به فرنسا بهذا الشأن. لكن مشاهدين الذي أثار جدل ما أثار جدل بعد مقابلة صحفية مع مجلة جونافريكا. هو ما قاله بشأن ما أسماه الإسلام القنصلي. الذي يحمل صراعا بين بلدان مثل المغرب والجزائر. وينتقل إلى الأراضي الفرنسية. يقول يجب أن نضح حدا لما يسمى الإسلام القنصلي. نحن لا نحتاج إلى استقدامها. إما هم أصلا في صراعات مع مجتمعاتهم. يعتقدون أن المجتمع الفرنسي فاسد ومتوحش. علينا والقول لغالب بن الشيخ أن نتوقف عن استيراد الصراعات إلى الأراضي الفرنسية التي تنتج عن الولاءات للأنظمة. وأن لا نسمح بأن تتحول بعض أماكن العبادة إلى أعشاش للأنشطة الصرية المخابراتية. وأن ندعو لنهاية هذا الإسلام القنصلي. والقول لغالب بن الشيخ. إذن مشاهدين عندما نتحدث عن المسلمين في فرنسا. فنحن نتحدث عن قرابة ستة ملايين مسلم. أهم مؤسسة تدير شؤونهم هي مسجد باريس. الكبير الممول من الجزائر والمغرب. يقدم خدمات كثيرة. كما يدير عشرات الجمعيات والمساجد المنتشرة عبر فرنسا. بجانب هذه المؤسسة يوجد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. الذي أنشأه وزيره الداخلية نذاك نيكولا ساكوزي في سنة 2002. في عالم التغريدات كيف يبدو الأمر؟ هنا دومبي يقول. بصراحة يمكن أن نلحق الكثير من المشكلات بالإسلام القنصلي. نلحق. لكن المشكلة الحقيقية هي في فرنسا طبعا. هي مسألة الإرهاب. بدون الأئمة من الجزائر والتركيا وبلدان أخرى. فإنني لا يمكن أن أتصور كيف سيكون عليه الحال في المدن الفرنسية. أما هنا جهاد يكتب. التأثيرات المغربية الجزائرية من خلال المجلس الفرنسي لمسلمي فرنسا. ومسجد باريس على الإسلام في فرنسا. تبدو إيجابية من وجهة محاربة التطرف. أما هنا ابن بطوطة. بالنسبة لغالب بن الشيخ فإن الالتزام والنضالة المستميتين من أجل جعل الإسلام ديانة تقوم على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفلسفة الليبرالية. كل هذا يدعو للضحك بحسب رأيه. مشاهدين يرى غالب بن الشيخ. وأخرون أن هناك تداخل بين هذه المؤسسات وبين الحكومات التي تنتمي إليها الجاليات المسلمة في فرنسا. هنا مثلا يجلس عميد مجلس باريس شمس الدين حفيظ في المنصة بالقرب من الرئيسين الجزائرية عبد المجيد تابوت. كذلك قيس سعيد يظهر في نفس المنصة أثناء الاحتفالات بعيد الاستقلال. هناك أيضا الرئيس التونسي الذي أشعرنا له في هذه الصورة. كثيرون في فرنسا وفي المغرب ينظرون إلى مسجد باريس بأنه يطبق أجندة الحكومة الجزائرية للتأثير على مسلمي فرنسا. من ناحية أخرى يرأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي. وهو من أصول مغربية يضم أربعة اتحادات تمثل المغرب والجزائر وتركيا. واتحادات مقربة من الإخوان المسلمين. واتحادا بالأحرى مقربا من الإخوان المسلمين. بعد عشرين سنة يجل الحديث حاليا عن إمكانية حل هذا المجلس. بسبب الحساسيات السياسية وتأثير حكومات تلك الدول على أعضائه. بن الشيخ يواجه انتقادات بأنه يسعى لفصل المسلمين من أي تأثير لبلدانهم الأصلية عليهم داخل التراب الفرنسي. وجعل الإسلام فرنسيا بحته. بينما يقول الآخرون أن الإسلام القنصلية محدود. وأن التطرف والتيارات المتشددة هي الخطر الحقيقي على الإسلام في فرنسا. من بين هؤلاء رئيس أئمة فرنسا. الشيخ الإمام حسن شلغومي. ويعد أحد الذين نادوا بعدم استقدام الأئمة إلى فرنسا. وضرورة تكوينهم على التراب الفرنسي. هذا ما قاله بهذا الشأن. الإسلام القنصلي. أنا أرى أن حدته بدأ تنقص باعتبار السنوات الأخيرة. هناك لعب دور منذ 30 سنة عدم استقرار ما يسمى هذا المجلس الإسلامي الذي أسس من 2003. بسبب التجاذبات. بسبب الصراع السياسي لبعض الدول. الأخطر من ذلك أنا أرى هو الإسلام السياسي. ما يسمى الإسلام بوليتيكا. الإسلام السياسي هو قوي. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة. ومشاركتك لقصصنا. وإعجابك بها. وتعليقك عليها.